من لحظة ما مشي كالوس كيروش الموديل الفني السابق لمنتخب مصر وهذا الاتحاد اتحاد غير جيد مع انتقاء الالفاظ الجيدة اتحاد غير جيد اتحاد مش عارف مش فاهم مدرب ادر ببساطة شديدة وانا النهاردة هتكلم بصراحة بقى بصراحة بقى فرصة عشان احنا ابتدى ان نحط رجلنا على الارض شوية ونفهم احنا واقفين فين احنا ما عندناش لعبين بكواليتي جبير بجودة كبيرة في مصر دلوقتي ما عندناش خالص بس محمد صلاح بس هتقول لي يا كريم ايش الظلم ده وفلان 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 يا سدنا افهم كل اللاعبين اللي انت بتحبهم في فريقك انت بتحبهم عشان هم في الكرة عندنا بيعملوا شغل كويس على فترات طبعا ما عندناش احنا لقى ما شاء الله عنده مستوى ثابت بس على فترات فاته بتحبه جاب لك جنف الفريق الخصم عمل دبل كيك ما فيش حد دبل كيك ده ما بتعبالش عندنا ببس عمل لقطة حلوة عمل كبري لطيف كتب تويتة حلوة فبتقول الله عليه ده بيعرف يعمل قصف جباهات ولطيف وبتاع ضد الخصم هي دي هي دي انكم هي عندنا لعيب عندنا ملوش كويمة فنية كبيرة يعني ما عندوش مهارات فنية كبيرة ياخدوا عشرين تلاتين مليون جنيه في السنة فتقول عليه عشان كده لعيب كبير مع كل ده كان عندنا مدرب عارف يتعامل مع هذا الوضع عارف يقربنا من المستويات الحقيقية في القرى الافريقية او حتى في العالم عارف يقربنا احنا طلبنا من كلوس كيروش لكسب المغرب وكسب كوديبوار وكسب الكاميرون وناطح السنغال قلنا له لا لا انت مش حلو انت ما بتلعبش كورة حلوة فين التيكي تاكا منتخب ده ده احنا عندنا فلان مش عايز اقول اسماء عندنا فلان فلان ده انت ما تعرفش ده عنده خمسة مليون فولورز على انستجرام ده ده نجم النجوم ده احنا عندنا اللاعب دوت لما بيكتب بوست على فيسبوك انت ما تعرفش بياخد كام شير احنا عملين نضحك على نفسنا بقالنا سنين لا عندنا مشكلة كبيرة عندنا مشكلة في اللاعبين كبيرة لا اهاب جلال ولا غيره احنا لما قلنا قلوس كيروش او مدرب اجنابي تاني عشان ما تتصوروش ان انا بدافع بس دلوقتي عن قلوس كيروش هو مش معرفش هو فين اصلا دلوقتي